كابوس الكوليرا للمرة الثالثة يعود ليفتك باليمنيين ويحيل البلاد إلى خيمة عزاء كبيرة الإحصاءات المسجلة حديثا رصدت 76 ألف حالة إصابة خلال شهر مارس المنصر هذا الرقم المخيف يضاف إلى 32 ألف حالة تم رصدها في فبراير الماضي إجمال الحالة المشتبه بها والمؤكدة وصلت إلى أكثر من 109 ألف منذ بداية العام الجاري وحتى مارس حسب تقرير الأمم المتحدة التي قالت أيضا إن الوفيات تجاوزت المائتي حالة في عموم اليمن وأمام هذه الأرقام المتفاقمة تبدو البلاد مقبلة على كارثة كبيرة إن لم تكن فعلا واقعة في أتونها منذ سنوات وفي خضم هذه الكارثة والانتشار المخيف للوباء في عديد من المحافظات أبرزها العاصمة صنعاء تعاني المنظومة الصحية من انهيار تام وهو ما يجعل من الكارثة أشد وطأة وفتكا باليمنيين وبين غياب المنظومة الصحية وتقصير المنظمات الدولية هناك عامل ثالث أيضا يفاقم من الكارثة حيث وثقت حالات كثيرة عمد فيها بعض المزارعين إلى ري الخضروات بمياه الصرف الصحي يحدث هذا في ظل غياب تام للجهات الرقابية والتوعوية والتي من شأنها العمل على الحد من انتشار الوباء الواقع إذن أن ظروفا كثيرا تضافرت فيما بينها لتساعد من انتشار جائحة الكوليرا أبرزها الحرب وما جانته على البلاد من خراب ودمار وحصار أعاد البلاد إلى عصور غابرة فعادت الأوبئة التي سبق وأن تخلص منها اليمنيون قبل عقود يحمل هذا الوباء في اليمن تاريخين لهما من الدلالات الكثير الأول أنه اشتاح اليمن وحصد آلاف الضحايا أثناء حكم الإمامة البائد أما التاريخ الثاني فإن اليمن أعلن الخلاص منه أثناء فترة حكم الرئيس إبراهيم الحمد وهي الفترة الزاهية من تاريخ البلاد التي حضرت فيها الدولة والخدمات